بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف ومرسلين، سيدنا محمد النبي الأممي وعلى آله وصحبه أجمعين، صلوا بينا على النبي، عليه أفضل الصلاة والسلام، إزايكم أحبايبي، أخباركم إيه تمام؟ شدوا حلكم، الوقت معانا لسه شغال، وإحنا شغالين إن شاء الله في سلسلة حلقات الباكلت، الباكلت نمبر 7، النهاردة بنحل الحلقة السبعة في سلسلة حلقات الباكلت، اللي هنحل فيها الباكلت نمبر 7، متهيئة للموضوع مهم جدا أن أنت تحل امتحان كام عشان شوف نفسك أخبارك إيه، وأنا طبعا أنت عارفين إن أنا بعد ما بحل الامتحان معاكم بشرح لك نقطة نقطة، أنا طبعا ما بحبش أبدا إن أنا أقول إجاباتك، بس لا أنا بحل، وبشرح السؤال اللي فيه ليه علاقة بالكلمات بترجمه لك، السؤال اللي هي علاقة بالجرامر بشرح لك القاعدة بتاعته، لو في أي حاجة ليه علاقة بالسكيلز بحاول أبسطها لك، وكمان بكتب لك الإجابات على الشاشة، وطبعا الأسئلة بتبقى موجودة على الشاشة قدامك، فبالتالي إن ش نعمدوا الموضوع باهتمام، تذكروا أول بأول، وتشدوا حلكم كده، وتبذولوا قصارة جهدكم، روابط الحلقات اللي فاتت من كل سلاسل الحلقات اللي فاتت، من حلقات اليونتس وحلقات الباكلتس والسكيلز، وحتى القصة كلها موجودة في صندوق الوصف، وفي أول تعريب، نشد حلكم، هنجهز وراء وقالعم عشان لو في أي نوت هنقولها وإحنا بنحل تكتبها معايا، يلا نروح نشوف شغلنا، ونرجع لبقى تاني، يلا حبايبي نبدأ مع بعض في نمبر وان طبعا احنا في الباكلت زي ما اتفقنا الباكلت نمبر سيفن، وهو مكتوب عليه في الكتاب منستري ساكند ماضل توثاوزن ناينتين، نموذج الوزارة التاني سنة 2019، مكتوب عليه باكلت ماضل نمبر تو، وهو بيج فورتي سيفن، صفحة سبعة واربعين، في كتاب الباكلتس الموجود مع كتاب المعاصر المراجع نهائي، صفحة سبعة واربعين، نبدأ في نمبر وان، نمبر وان بتقول generally, عموما speaking، بتكلم عموما يعني I not film reviews، مقالات الافلام، المقالات النقدية because I like to be open-minded لان بحب اكون open-minded شخص متفتح العقل when I go to the cinema وانا بازهب للسينما عايز يقول ان انا عموما ما بحبش اقرأ المقالات النقدية على الافلام، بس انا عندي هنا كلهم نفي وكلهم لاقرأ ولكن general speaking يعني بتكلم عموما يعني بيتكلم في العموم، ودائما لما نكون بيتكلم في العموم بيستخدم زمن المضارع البسيط فبالتالي طالما هنفي زمن المضارع البسيط بيستخدم don't read، انا لا اقرأ عموما في العموم يعني في المجمل number two I think you not your energy by sweeping up those leaves stop it the wind will blow more down يعني انا شايف ان انت بتضيع الطاقة بتاعتك وبتهدر طاقتك في انك بتكنس هذه الاوراق، اوراق الاشجار وقف ده بطل كده ما تكملش الرياح كده كده هتزحهم بعيد او هتجيب غيرهم يعني blow more down هتنزل غيرهم من الاشجار طيب معنى كده نفهم الجملة ان الشخص ده ما زال شغال في ان هو بيعمل ده بيكنس يعني هو بيقوله انت بتضيع وقتك دلوقتي في المستمر يعني بيقوله stop stop it دي معناها انه توقف عن فعل هذا يعني معنى كده انه ما زال مستمر فيبقى طالما مستمر يبقى زمن مضارع المستمر are wasting number c انت بتضيع في المضارع المستمر number three before you mentioned about him قبل ما تذكر اي حاجة عنه I not of the novelist انا كنت ايه عن هذا ال novelist that novelist هذا ال novelist الروائي طيب عارفين قاعدة before before بيجي بعدها ماضي بسيط الناحية التانية ماضي تام فماضي تام يعني هذا التصريف التالت طبعا عندي number a hadn't ever heard قبل ما تكلم عنه انا ما كنتش ابدا سمعت انا عن هذا ال novelist number a number four I not my box in the class could you go and fetch them for me ممكن تذهب وتحضرهم لي كلمة fetch number F-E-T-C-H يعني يحضر او يجلب ممكن انا انا نسيت كتبي انا تركتها في الفصل ممكن تروح وتجيبهم لي طبعا احنا بنستخدم زمن المضارع التام ليعبر عن حدث تمه في الماضي واثره باقي وهو نسي الكتب لحد الوقت ولسه ما جابهاش بل اثر باقي وبناء عليها استخدم المضارع التام اللي هو ايه اللي هو have left number c number five it's more than twenty years عد اكتر من عشرين سنة انه قد رايتر wrote a short story منذ ان كتب هذا الكاتب القصة القصيرة طيب انت طبعا عارفين ان ده تعبير كده بيتقال دايما it's وبعدين مدة since وبعدين فعل ماضي it's وبعدين مدة since منذ ان فعل كذا في زمن الماضي احفظ دي دايما اكتبريشان مهم it's وبعدها مدة since وبعدين ماضي بسيط وبناء عليه فيه طبعا wrote هنا ماضي بسيط وبناء عليه اختار number b since number six i don't think the film is worth not انا لا اعتقد ان الفيلم ده يستحق المشاهدة طبعا كلمة worth بيجي بعدها الverb plus ing دي قاعدة seeing دي قاعدة worth بيجي بعدها الverb plus ing seeing number seven not his unexpected death unexpected death يعني وفاته الغير متوقع احنا بتكلم عن اسم طبعا death هو الوفاء اسم وطبعا unexpected دي صفة احنا بنقول بدون او لولا وفاته غير متوقعه what have been the world resting champion several times كان هيب بطل العالم في المصرعة لمرات عديدة يعني لولا الموت لولا الوفاء المفاجئة اللي حصلت له كان زمان دلوقتي بطل عالم لولا او بدون تعرفين طبعا but for هي without بيجوا في اول الكلام بعدهم اسم زي ما انت شايفين الوفاء this هتقول لي طب وان اكسبيكت اقول لك عادي اسم موصوف قبل وصفة مفيش مشكلة وطبعا هي معناها لولا او بدون number eight can i talk to the man ممكن اتكلم مع الراجل not on the beach on the bench near you ممكن اتكلم مع الراجل اللي قاعد اللي جالس جنبك على البنش كويس عارفين انتو انا بقولها بالعربي قلتلكم ايه اللي او اللذي مش كده ممكن اتكلم مع الراجل الذي طب فينا مستر الذي او التي العاقل مش معناها هو اه معناها هو طيب وبعد هو مش المفروض انه في زمن مضارع مستمر ام او از او ار ذا الفيرب زا اين جي اه طب بس ثانية واحدة مستر انا عندي زمن مضارع مستمر هنا is sitting بس مفيش هو وعندي هنا هو بس sitting ومفيش is وعندي هنا sitting من غير هو ولا is اه لو حضرتك كنت مركز معايا في كل الحلقات اللي فاتت كنت بقول ايه كنت بقول ان ممكن يبقى فيه ضمير وصل وبعد ضمير الوصل ده فيرب تو بي فعلي يكون is او ار او was او where على حسب طبعا احنا ممكن يكون مضارع مستمر ممكن يكون ماضي مستمر ممكن يكون مجهول اصلا مهم من فيه فيرب تو بي خلاص يعني هو او which وبعدها فيرب تو بي في الحالة دي ممكن احذف الاتنين على بعض ويتشالهم الاتنين هو از ويفضل بس اللي بعدها اللي هو الان جي يعني هيكت الجملة the man who is setting فانا شلت who is مع بعض وخليت setting number d number nine there has been a decrease في انخفاض in the number of applications في عدد الapplications since the report منذ ان التقرير on the environmental pollution عن تلوث البيئة not in the newspaper من ساعة ما ظهر التقرير طبعا تقرير بييجي بعدها الverb او معاها الverb appear يعني يظهر appear يعني يظهر بس يا ترى مستر انهي appear ما كلهم appear كويس خليك معايا فاكرين لما قلتلكم القاعدة بتاعة زمن مضارعة تام since بيجي بعدها مدة غير محددة او ماضي بسيط صح كده كويس since اهي وبعدين جملة عايز الفعل بتاعها مش عارف زمن او ايه لا مانا لسه ايه زمن الماضي بعد since لو في فعل هيبقى فعل في زمن الماضي البسيط number c appeared number ten neither my parentes ولا والدي nor my brother ولا حتى اخويا not football بيحبوا كرة القدم طبعا حضراتكم عارفين انه في الحالة دي بنستخدم likes likes الفعل في المفرد عشان brother number c eleven only half of the exercises have been done so far نصف التمارينات بس اتعملت حتى الان but the rest not by Saturday طبعا شايفين كلمة باي عايز يقولك هتتعمل بحلول يوم السبت في المستقبل اه بس انهي مستقبل طول ما في باي بس تخدم المستقبل التام شاكل المستقبل التام ايه والهاف والتصريف التالت طبعا مستر بس التمارينات ما هو دارست هنا معناها الباقي التمارينات بتعمل او بتنهي لا التمارينات بتنهى يعني مجهول يبقى will have been والتصريف التالت وبقناعا عليها اختار number c will have been finished number c twelve on your first day في اول يوم ليك in a new job you should make a good لازم تسيب انطباعة جيد في اول يوم لازم تسيب impression كلمة impression number a يعني انطباع impression انطباع thirteen There is no doubt لا شك لا يوجد شك that Sara's not for the job اني Sara مناسبة للوظيفة طيب ما ش she is very efficient هي كفئي جدا there is no doubt لا يوجد شك that Sara Sara's ولا Sara is خلينا نشوف دلوقتي تتحل ازاي لو قلنا سارة از تكون هنقول سارة تكون مناسبة للوظيفة لانها فعالة وافيشيند اوكي لو قلنا سارة ودي اس الملكية يبقى هنقول اا سيوتباليتي اللي هي المناسبتها يعني بنقولها بالعربي ازاي انها مناسبة يعني الاسم يعني اوكي مش عارف اقولها بالعربي المناسب يعني ده صفة المناسبة بقى اللي هو الملاءمة يعني اوكي ملاءمتها ينفع نقول لا يوجد شك انه ملاءمة تصارة للوظيفة لأ يبقى مش هنعتبر ان الابستروف اس دي ابستروف اس الملكية لما ينفعش نقول ملاءمة تصارة للوظيفة طب ما لها ملاءمة تصارة للوظيفة يعني سارة is يبقى هافترض ان الابوستروفت is دي هي is يعني تكون وهقول سارة تكون مناسبة او ملائمة suitable for the job 14 we got not wet in the rainstorm احنا ابتلينا في الrainstorm في العاصفة المطارية طيب got والتصريف التالت انتوا عارفين طبعا المبنى المجهول ابتلينا يبقى انا عايز سوق دلي هي number a number 15 i have not sent him an email i expect him ومتوقع to send me a check soon ومتوقع انه يبعثلي check انا عايز كلمة تدل على زمن مدرع التام وفي نفس الوقت تيجي ما بين هذا او هذا التصريف التالت زي recently حديثا انا لسه حديثا بعثله ال email واتوقع انه يبعثلي ال check حالا recently يعني حديثا تدل على مدرع التام ومن الممكن ان تأتي بين هذا او هذا وبين التصريف التالت number 15 السؤال هنا طب يا مستر ليه ما استخدمتش number c اللي هي already اه انا اول ما قلتها كده انت مفروض انك فهمت لان التاني اسمها already ومتكتبش بالشكل ده بتكتب على بعضها already كلمة واحدة number 16 16 a publisher هو بيصاب بالهدك بالصداع لما بيشتغل على اللابتوب لمدة طويلة طبعا انتوا عارفين ان كلمة get headache يعني يصاب بالصداع غير give give headache يعني يسبب صداع بس اكيد هو احنا هنا بنقول هو اللي بيصاب بالصداع مش حاجة تاني بتسبب له اوكي فيبقى نستخدم gets he gets headache هو بيصاب بالصداع لو قلنا gives تبقى يسبب فيما يفعش نقول هو يسبب للصداع ولكن هو بيصاب بالصداع number 18 traveling presence الصفر بيمثل new and exciting experiences خبرات جديدة وممتعة ومسيرة which i may not count ربما لا احصل عليها من غير صفر يعني count number a يعني احصل على number a nineteen reading literature قراءة الادب helps us بتساعدنا to become more tolerant ان احنا بيبقى اكسر تسامحا and not towards others اكسر تسامحا وايه مع الاخرين empathic كلمة empathic يا شباب يعني متعاطف القراءة الادب بتخلينا بترقق مشاعرنا وبتخلينا اكسر تسامحا وتعاطفا مع الاخرين number twenty some storms بعض العواصف are very unusual غير معتادة تماما and may not terrible damage وربما تسبب تلف فضيع فين كلمة تسبب احنا قلنا كتير قبل كده cause تنفع سبب وتنفع يسبب cause number c number twenty one i enjoy not moments i spend with you انا بستمتع بكل الدقاي اللي باللحظات اللي بقضيها معاك all moments كل اللحظات i spend with you اللي اقضيها معاك number twenty two after the company closed بعد ما الشركة قفلت she began to work بدأت تشتغل عمل حر freelance freelance يعني عمل حر freelance work number b طبعا work freelance يعني تعمل عمل حر number twenty three he talk not management تولى مسئولية الادارة ان انا التنبت في محاولة التنبت يعني محاولة to improve conditions عشان يحسن ظروف for the workers ظروف العمال كلمة يا تولى مسئولية حاجة اسمها take وبيجي معاها الحرف on take on حرف جر on take on وطبعا الماضي منها talk on تولى مأمورية الادارة number twenty four there are timings يوجد مرات when you can't work not to live comfortably ما بتباش هنا timings معناها اوقات في اوقات ما بتقدرش يشتغل فيها بشكل كافي علشان تعيش مستريح يعني في اوقات انت بتعد عليك بتضطر انك تشتغل ما تقدرش تشتغل بجد كويس علشان تعيش مستريح تعالوا نشوف مع بعض المفروض انه work بيجي بعدها ظرف وانف بتيجي بعد الظرف طب هو فين الظرف اصلا الظرف اللي هو hard hard يا مستري مش صفة لا ما هي hard تنفع صفة وتنفع ظرف work hard يعني يعمل بجد اوكي طيب وانف بطبيعتها بتيجي بعد الظرف واحد يقول لي طب ما هو ممكن hard ليه ظرف لأ 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 hard لي دي مش الظرف بتاعها hard hard لي دي كلمة تانية معناها بالكاد او بصعوبة لا hard الصفة الظرف بتاعها hard برضو وبالتالي هقول hard وبعدها enough لاني enough تأتي بعد الصفة او بعد الظرف احفظ دي القاعدة دي enough تيجي بعد الظرف او بعد الصفة وطبعا عشان hard ظرف صحيح حالة شازة مش اخير بس ظرف يجي بعدها enough 25 parents الآباء should spend some note of time يقضوا بعض من كمية كمية من الوقت with their children مع اطفالهم everyday كل يوم quantity يعني كمية number B quantity of time كمية من الوقت قدر من الوقت number 26 adham was angry adham كان غاضب because he not to his friend's party لانه لم يدعى لم يدعى ما تعزمش على حفلة صديقه يعني مبني مجول هو ما عزمش لا هو ما تعزمش يعني مش هنقول ما عزمش هنقول ما تعزمش فعايزين ما بني مجول اللي هو verb to be زي التصريف التالت فيش غير واحدة بس wasn't invited لم يدعى verb to be لو wasn't والتصريف التالت invited يبقى wasn't invited number C 27 27 having not called he got upset كويس يا جماعة ببساطة شايدة جدا انا قلت وهقول تاني having في اول الكلام بطبيعتها بيجي بعدها تصريف التالت اوكي طيب having لما بيجي في اول الكلام المفروض ان بعدها تصريف التالت بس عندك حالة من اثنين يا اما معلوم يا اما مجهول يا اما معلوم يا اما مجهول فطبعا انا لو هستخدم المعلوم هحط بعدها تصريف تالتة عطول لكن لو هستخدم بعدها المجهول هستخدم بين والتصريف التالت معناها ايه؟ معناها انه having been met he got upset لانه او بعد ما الناس قبلته هو caldi بردان او بارد كان مدى number 28 they were not close to winning that everyone felt disappointed with the loss they were not close to هما كانوا not close to انت عارف ان close to close غير يغلق دي verb انما close to صفة بمعنى قريب من close to winning قريب من الفوز المهم صفة وذات وجملة صفة وذات وجملة يبقى هنا so والصفة وذات so والصفة وذات انا شرحت اليونت دي كويس جدا وردتلك تستخدم so والصفة وذات وبعدين بقى الجملة هو كان قريب جدا من الفوز that everyone felt disappointed with the loss لدرجة ان كل الناس خابق ما لهم في الخسارة كل الناس التانية منافسين دي يعني number 29 the book not had many pictures the book الكتاب الذي اعطيته لك طب فين كلمة الذي يا مستر فين كلمة which قال لك ما هو ممكن انا ببساطة شي جدا اقول لك طب ما فيه ويتش او او ذات غير عاقل اقول لك ماشي بس ينفع اقول that i gave you it ما يفعش صح كاتب i gave you اعطيتك ما يفعش اكتب it وذات مع بعض اوكي لا يجوز ان نجمع بالاتنين طب which gave you طب وفين i فين انا طب ما والاتنين دول بس اللي ينفعوا لا فيه حاجة تانية تنفع ينفع استبعد which خالص او ذات احذفها اه ممكن ممكن في حالة المفعول لان الكتاب ده مفعول للجملة انا اديتك الكتاب ما هي الجملة هي اي جيفي وانا اديتك الكتاب فبالتالي الكتاب هو المفعول ففي حالة المفعول ممكن احذف ضمير الوصل which او ذات او حتى لو في العاقل باحذف هو او هوم فيبقى انا ممكن اقول الكتاب الذي اعطيته لك بس من غير اللذي اي جيفيو على طول اللذي اديته لك ليه؟ لان الكتاب هنا مفعول به فمن الممكن في المفعول احذف ضمير الوصل عادي جدا ويبقى صح 30 she missed the not هي فتها so she couldn't apply for the job عشان كده ما يقدرتش تقدم على الوظيفة فتها الموعد المحدد فتها الموعد النهائي فتها the deadline deadline يا شبابي عن الموعد المحدد او الموعد النهائي فتها ما يقدرتش تقدم على الوظيفة ودي القطعة حبيبي القطعة للناس اللي مش معها الكتاب هسيبها لك طبعا على الشاشة كام ثانية كده لغاية ما توقف الفيديو وتقرب راحتك وبعدين تبقى تشغلوا تاني عشان ما طولش الفيديو عليكم هي بتتكلم عن ابراهام لينكلون وده كان احد رؤساء امريكا في فترة من الفترات هو رأس امريكا لفترة تقريبا في حدود خمس سنين راجل ده عمل حاجات عظيمة جدا كان بارع في الخطابة كان مهتم جدا بقضية تحرير العبيد في امريكا وعمل حاجة مهمة جدا ان هو قضى على الحرب الاهلية في امريكا ووحد الولايات اللي كانت منفصلة بقوة السلاح عن امريكا وحدهم وضمهم كلهم مع بعض وبعد ما انهى الحرب الاهلية بايام تم اغتياله وغالبا الاختيال كان بسبب قضية التحرير بتاعة العبيد لانه في ناس في الفترة دي كانت رفضة فكرة تحرير العبيد وكانوا عايزين العبيد يفضلوا زي ما هم تتكلم فيه سنة 1800 وشوية يعني من سنين كتير جدا فحضرتك بتتكلم من داخل في عالمتين سنة يعني فكان فيه عبيد في امريكا في الفترة دي طيب هسيب لك القطع سوائني كده نمبر ثيرتي ون او السؤال في القطع بيقول ابراهام لينكلون was a president كان رئيس فور لمدة كام سنة احنا حاليا في صفحة ففت يا شباب لو في حد معا الكتاب صفحة خمسين كان رئيس لامريكا لمدة كام سنة هو تولى الحكم في عام 1865 واغتيه في 1865 يعني قعد يحكم امريكا 5 years نمبر دين The word gifted كلمة gifted دي موجودة في القطع معناها موهوب اوكي means تعني talented برضو موهوب انتوا عارفين طبعا arab good talents talent يعني موهبة موهبة وتالنتد يعني موهوب وجفتد يعني موهوب حد موهوب عنده موهبة السؤال اللي بعده 33 The civil war started when الحرب الاهلية بدأت عندما كارولينا اللي هي ولاية كارولينا في امريكا troops اللي هي قوات قوات كارولينا fired artillery اللي هي اطلقت طبعا المدفعية at fort samter a us military fort يعني اطلقت المدفعية على الولاية دي فبالتالي حصلت الحرب الاهلية بعدما كارولينا اللي هي كارولينا يعني او كارولينا اطلقت المدفعية على الولايات اللي جنبها فبدأت الحرب الاهلية في امريكا اللي هي نمبر not was the central feature of lincoln's early life المظهر الرئيسي لحياة الرئيس lincoln 35 lincoln's goal هدف او امل lincoln to reunite انه يوحد the country الدولة no that during his life حصل ايه اثناء حياته طبعا حدث come true يتعرفين طبعا انه come true يعني يصبح حقيقة had come true اصبح حقيقة فعلا اثناء حياته قبل ما يموت بخمس ايام 36 lincoln lincoln was considered كان يعتبر a strong promoter كان مروج او مؤسس او مؤيد لحرية العبيد the freedom for the slaves the freedom for the slaves الحرية للعبيد number c السؤال اللي بعد why do you think ليه في اعتقادك lincoln was associated ليه تم اغتياله ايه سبب اغتيال الرجل اغتيل ليه طبعا انا من وجهة نظري i think انا because he freed the slaves انه حرر العبيد at the time في هذا الوقت some people were a ganist كانت بعض الناس ضد the freedom of slaves slaves كانت ضد تحرير او حرية العبيد هنكتب الاجابات دي دلوقتي حالا لما نجاوب على السؤال اللي بعده نكتب اجابات للسؤال مع بعض سؤال 38 find words اوجد كلمات in the passage في القطع which means تعني اول كلمة عايز معناها من القطع يعني فيه كلمة في القطع معناها angered انتوا عارفين ان كلمة angered يعني اغضبة طيب فيه كلمة معناها اغضبة في القطع غير angered اه كلمة اسمها enraged 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 اوكي هتلاقيها في القطع معناها اغضبة الكلمة التانية regarded as regarded as يعني يعطبر او اعتبرة فيه كلمة معناها اعتبرة ده احنا لسه ايليها من شوية في الاختيارات لو انت بصيت على الاختيارات هلاقي كلمة considered اعتبرة اهي موجودة في القطع حرفين كده الراجل كان اعتبرة مؤيد لحرية العبيد اعتبرة يعني considered تعالوا نشوف النجابات طيب ايه يا شباب السؤال الاول الكلمات كلمة angered enraged و regarded as so we considered 39 how did لينكلن win attention ازاي ادر الراجل ده ياخد attention انتباه for his speeches ازاي ادر يجزي بانتباه الناس للspeeches بتاعته الخطب بتاعته طبعا هو كان راجل موهوب gifted speaker يعني متحدث موهوب اولا يبه ده سبب تمان كمان غير كده كانت ضد العبودية وطبعا ده موضوع بيجزي بانتباه الناس يبه ممكن يكون دول السببين his speeches were against slavery and he was a gifted speaker وكان متحدث موهوب تعالوا نشوف السؤال الاخير قبل ما اكتب لكم الاجابات على الشاشة who killed ابراهام لينكلن مين اللي قتل الراجل ده مكتوب القطعة شخص اسمه john wilkes both مكتوب كده حرفين في القطعة قتلوا واحد اسمه john wilkes both تعالوا and he was a gifted speaker ده اول حاجة والسؤال الثاني john wilkes both ده السؤال الثاني القاتل اللي قتل الرئيس الامريكي وصلنا للنوفل اللي انا بحبها شخصيا جدا السؤال اللي اول بيقول why is antoinette a prisoner in the dox mansion لي انتوانيت متاخد كساجينة في القصر طبعا انتو عارفين انه بعد ما كانت ضيفة عنده اخذها استدرجها للأصر وسجنة هناك ليه لان هو خلاص عرف انها بتساعد راسندل وبالتالي اهتزت ثقته فيها لانه ما بيثقش فيها دلوقتي لم يعد يثق فيها لا يستطيع ان يثق فيها because the dog cannot trust here number b number d السؤال بعد what happened to robert ايه اللي حصل لروبرت ازاين طبعا الناس اللي مش متابعة طبعا انت عارفين الفاصلين الاخرينيين اه في سنة 2020 تحديدا لو انت بتسمعني 2020 الفاصلين الاخرين بيتلغوا فبالتالي هو اخر حاجة انتهت عليها القصة روبرت بيهرب he escaped escaped number c السؤال ده ملغي 43 the dog's main aim الهدف الرئيسي للدوك كان انه يبقى ايه to be the king ان يبقى الملك السؤال بعده the poor people الفقراء supported the dog كانوا بيقيدوا الدوك مايكل because he لانه كان بيعمل ايه لانه كان بيوعدهم بمستقبل افضل he promised them a better future number c وعدهم بمستقبل افضل السؤال بعده 45 45 هنجاوب على 2 وانا بقول جاوبه 3 what do you think made rassend ايه اللي في اعتقادك اللي جعل rassend الخلى rassend feel confident يشعر بالثقة during the coronation اثناء the coronation ايه اللي خلى يشعر بالثقة انا من وجود نظري انه ما فيش حد بدا عليه انه لاحظ انه هو مش الملك فبالتالي ده اكسبه الثقة تدريجيا no one seemed بدى عليه يعني seemed to realize انه ادرك that he wasn't the real king انه مش الملك الحقيقي حالا هكتب لكم الاجابة بعد ما حل التلات اسئلة على طول هكتب الاجابات على الشاشة السؤال اللي بعده only the slay makes make the best use of coincidence فقط الماكر الواعي الفاهم هو اللي بيستغل الفرصة اللي بتتحلي illustrate وضح اكيد طبعا هو في القصة القصة بتاعتنا فيه كده حد واعي يستغل الفرصة طبعا اكيد سابت كان واعي جدا who is slay هو شخص واعي made use استغل of the coincidence للفرصة استغل الفرصة طب ايه الفرصة اللي هو استغلها سابت of meeting راسندل انه قابل راسندل by making طبعا فيه راسندل يشبه الملك by making him بانه جعله replace the king يحل محل الملك استغل الفرصة اللي جات له في انه هو قابل حد شبه الملك فخلاه يحل محل الملك السؤال اللي بعده why do you think لماذا في اعتقاد الراسندل incested on riding through the streets ليه اصر incested on يعني اصر على انه يركب through the streets يمشي في الشوارع بالحسن بتاعه of the old part الشوارع الجزء القديم اللي هي فيها الفقراء ليه اصر انه يمشي لوحده ممكن يبقى اكتر من سبب مثلا he wanted to act like a real king حب انه يعمل نفسه ملك حقيقي يعني انا صاحب قرار act like يعني يقوم بدور او يمثل يمثل انه الملك الحقيقي مثلا او perhaps he wanted to prove ربما اراد ان يثبت his bravery شجعته ماشي طيب and show poor people وانه يوضح للناس الفقراء that he trusted them انه بيثق فيهم التلاتة اجابات دول ينفعو ويريت يا سلام لو يا حبازة يعني كتبنا التلاتة وحلوة يا حبازة دي اوكي تعال اوريكم الاجابات على الشاشة حالا ايه يا حبايبي no one seemed to realize that he wasn't the real king سابت who is a slave made use of the coincidence of meeting رسندل فرصة الفرصة اللي اتيحت لي ان هو يقابل رسندل by making him replace the king ان هو جعله يحل محل الملك اخيرا he wanted to act like a king a real king مثلا او perhaps he wanted to prove ربما اراد ان يثبت his bravery شجعته and show poor people ويورد الناس الفقراء that he trusted them انه بيثق فيهم وانه وصل الديالوج يا شباب والمحادثة دي جميلة جدا بتقول Tom Jones is sitting حد اسمه Tom Jones جالس at the cinema في السينما he is sitting on the right hand side على الجانب اللي على ايدك اليمين هو قاعد على الجانب اللي على ايدك اليمين which is usually ودايما بيستخدم reserved for non-smokers معمول ومخصص لغير المدخنين he is rather surprised وفاجأة بيندهش when he hears a man saying وهو بيلاقي حد بيقوله حد بيقوله ايه excuse me ورح طالب منه طلب او سأله سؤال فقال له sorry this is a no smoking area لا دي مكان مش للسموكينج خالص قال له oh it's alright حسنا i have just find my matches لا لا خلاص خلاص انا لأيت الماتشز بتاعتي خلاص شكرا كنت بتطلوب منك كبريت بس خلاص انا لأيت الكبريت بتاعي الله ده ما فهمش قال له i'm sorry maybe you didn't hear me وربما حضرتك ما سمعتنيش البعيد ما بيسمعش perhaps you didn't realize ربما تكون ما أدركتش البعيد ما بيفهمش مثلا but smoking isn't allowed التدخين غير متاح أو مسموح به in this part of the cinema في هذا الجزء من السينما سألوا كمان سؤال فقال له i'm afraid هنا i'm afraid i do i'm afraid هنا معناها آسف أو أنا آسف لهذا يعني i'm afraid i do so i'd be very grateful if not if you if not your cigarette تمام الراجل سألوا سؤال تاني فقال له yes there is أيوه في you can get out of the cinema آه في ممجود لحظاتك تطلبه ده أو بتسأل عن آه موجود ممكن حضرتك تخرج خالص من السينما that's where وهناك that's where يعني حيث هناك ممكن حضرتك تعمل كذا 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 قال له all right حسنا i'll move to the other side then أنا هنتقل للجانب الآخر دلوقتي طالما حضرتك بتقول في جانب آخر فأنا هنتقل للجانب الآخر بس please من فضلك كذا أكيد طبعا بيقول له اقبل اعتذاري لو ما فيش please كنا قلنا له I'm sorry بس طالما ما فيش طالما فيه please بأكيد قال له بلعتذاري يلا نبدأ مع بعض الراجل أكيد طلب منه كابريت لأنه بيقول له لا والله المكان ده مش المخصص للمدخني فالتاني يقول له خلاص خلاص أنا لأيت الكابريت بتاعي فهنا بيقول له do you have a box of matches معك كالبيت كابريت do you have a box of matches قال له sorry this is a no smoking area قال له oh it's all right خلاص خلاص I have just found my matches خلاص لأيت الكابريت بتاعي قال له I'm sorry maybe you didn't hear me perhaps you didn't realize ربما تكونش أدرك but smoking isn't allowed in that part of the cinema التدخين مش متاح بلي مش مسموح بي هنا في الجزء ده راح سأله سؤال قال له I'm afraid I do أنا آسف بس آه أيو I'd be very grateful وهكون شاكر جدا لحضرتك لو كذا فيبقى قال له ايه قال له do you mind انت عندك مانع if I smoke here انت عندك مانع يعني ان انا دخل هنا حضرتك بتمانع الراجل ده عايز اشتب do you mind if I smoke here قال له I'm afraid I do ايه فاندم انا عندي مانع انا آسف جدا بس انا ما مانع so I'd be very grateful هكون ممتن جدا لحضرتك if not your cigarette if not your cigarette اكيد بيقول له لو رحت الجانب التاني تعارفين طبعا يا شباب اننا احنا في اخر القط محادسة بيقول له خلاص انا رح الجانب التاني انت قلت عليه فقال له if you went to the smoker's side to light لو رحت to the smoker's side smoker's side يعني جانب المدخنين to light علشان تولع light I-G-H-T يعني ولع your cigarette عشان تولع صيجارتك سأله كمان سؤال قال له آه في yes there is you can get out تخرج خالص من السينما يبقى له طب في حل تاني غير ان اروح الجانب التاني ده فقال له آه اخرج خالص من السينما وهناك ممكن تدخن زي ما انت عايز يبقى سأله قال له is there another solution is there هل يوجد another solution هل يوجد حل آخر قال له yes آه there is والله في حل تاني you can get out of the cinema that's where وهناك ممكن تدخن you can smoke لو عايز تدخن you can smoke طبعا نضف number five you can smoke I will move to the other side then please من فضلك اقبل اعتذاري accept my apology accept my apology يعني اقبل اعتذاري ثانية وهتكون لجابات قدامكم اهي يا شباب سيبك بس نص دقيقة كده تقراها سريعا لو عايز توقف الفيديو ممكن توقفوا طيب كفاية كده قوي يالا روح نكمل translation translate into Arabic ترجم للغة العربية the future belongs belongs to quick thinking people who are resourceful ambitious and they can take the initiative initiative sorry initiative طيب بيقول the future المستقبل انا دايما في الترجمة العربي لو لو ممكن انا حط ان المستقبل فهحط ان المستقبل ماله belongs to يخص يعني اه انا هقول للاشخاص على طول للاشخاص هو الذين يتمتعون بسرعة البديهة فانا اقولها ازاي belongs to quick thinking people quick thinking people دي اللي هي يتمتعون بسرعة البديهة تاني يا شباب المستقبل للاشخاص اللي هما quick thinking people قلنا لكلمة quick thinking اللي هي يفكر بسرعة او عنده سرعة البديهة فانا اقولها ازاي فاقولها يتمتعون بسرعة البديهة والذين who people who الذين are resourceful يعني resourceful يعني يتمتعون بالحنكة الزكاء يعني resourceful الحنكة والطموح الطموح الشخص اللي عنده طموح تمام and can take that initiative ويقدر انه ياخد زمام المبادرة هو اللي يبدأ دايما بالانتياتف يعني هو اللي عنده زمام المبادرة يبدأ دايما بيبادر بالحاجات الحلوة او الحاجات الصح يبقى نقولها بالعربي كده على بعضها ان المستقبل للاشخاص الذين يتمتعون بسرعة البديهة والذين يتمتعون بالحنكة والطموح ويمكنهم اخذ زمام مبادرة تعالوا نشوف اللي بعدها a home is made of walls and beams البيت المنزل وهنا مقصود بالمنزل المسكن يعني اللي بالناس يكون فيه المسكن المنزل يتكون من made of يتكون من او مصنوع من walls حوائط and beams وعوارد اما a home وهنا كلمة home معناها البيت بس مقصود بيها الشي اللي فيه الدفء بقى الاسرة والعائلة والمقوى وينفع السكن طبعا ماله is built مبني على with love على الحب and the dreams يقولك ان فيه فرقة بين house مجرد مسكن و home البيت اللي هو بيعبر عن الدفء والأسرة والعائلة وكده تمام تعالوا نقراها على بعضها بالعربي ان المنزل او اللي هو بينقصين هكتبلك المسكن يتكون من جدران وعوارد اما البيت اللي هو بينقصين هكتبلك الأسرة او العائلة فيبنى على الحب والأحلام نشوفهم الترجمة الأولى ان المستقبل للأشخاص الذين يتمتعون بسرعة البديهة والذين يتمتعون بالحنكة والطموح ويمكنهم اخذ زمام مبادرة التانية ان المنزل وبينقصين زي مرتلاك المسكن يتكون من جدران عوارد اما البيت وبينقصين الأسرة او العائلة او المقوى او ممكن يبقى السكن فيبنى على الحب والأحلام translate into English بيقول ان ثروة مصر الحقيقية تكمن في مواردها البشرية وابداع شبابها وتمييزه في كافة المجالات طيب قلنا ان كلمة اينا دي مش هنكتبها ثروة مصر الحقيقية نبدأ بإيجيبتس وهنحطها بصرف اس عشان الملكية ريال ويلث ثروة يعني ويلث وحقيقية يعني ريال يبقى إيجيبتس ريال ويلث ما لها تكمن فيه اللي هي موجودة فيه اللي هي lies in lies in lies in lies in lies in تكمن في ايه مواردها البشرية its human resources its human resources and وابداع شبابها and the creativity of its yos تعفيني creativity يعني الابداع ويث يعني الشباب ابداع creativity of its yos and و تمييزه في كافة المجالات تمييز يعني excellence and their excellence in in all fields كلمة fields تنفع المجالات أو الحقول بس هنا معناها fields المجالات يبقى كلها لبعضها Egypt's real wealth lies in its human resources and the creativity of its yos and their excellence in all fields طيب نشوف التانية قبل ما نوريها لكم على الشاشة سيظل الكتاب هو المصدر المفضل للمعرفة لدى معظم المثقفين في جميع الحال العالم طيب سيظل الكتاب هابداع بالكتاب الأول اللي هي بوكس أو الكتب مقصود بها الكتاب هنا الكتب عمويا بوكس سيظل اللي هي سوف يظل يعني will remain سوف يبقى يبدأ بوكس المصدر المفضل بنكتب المفضل الأول لأنها الصفة the preferred والمصدر يعني source بوكس will remain the preferred source للمعرفة of knowledge of knowledge لمين for لدى معظم most المثقفين intellectuals المثقفين intellectuals فين بقى في جميع الحال العالم around the world تعالوا نشوف الكلام ده اهي شباب ايجيب's real wealth lies in its human resources and the creativity of its youth and their excellence in all fields الترجمة التانية بوكس ربنا وفاكم احفظوا كل حاجة بنقولها كويس وراجعوا كويس وما تنسوش ان انتو لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك الفيديو وتشايروا لكل أصحابكم على فيسبوك وقات سعب وانستجرام ما تنساش كمال لو حضرتك أول مرة بتشرفني تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد حبيبي بتنوروني وبتشرفوني دايما الى لقاء